شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب رئيس السيسي عن التطلع لخروج القمة برسلة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقى على عاطق القادة لتحقيق أمل الشعوب وأوضح أن تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا لترتيبات يكون محورها النظام متعدد الأطراف لافتا إلى أهمية دور مجموعة العشرين على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات التمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها دول نامية ترجمة نانسي قنقر